السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتوا ضيبين وبخير وسعادة يا رب العالمين بمناسبة شهر رمضان الكريم أعادوا الله علينا سنين عديدة وجعلنا الله في من خاصته ومن عتقائه من النار رمضان يا جماعة فرصة للجميع عمشي لنيل الثواب عايزين يا جماعة نستغل كل دقيقة في شهر رمضان طب ازاي نستغل كل دقيقة اولا وابسط حاجة عايزين نخلي النية لله فعمل كل شيء اي حاجة نعملها نخلي النية فيها ايه لله رب العالمين سواء من صيام من صلاة من ذكر من صدقة من زكاة نخليها نخلي الاجر ايه لله وليس ايه رياءا ماشي اه وكمان برضو اعداد الطعام ماشي وافضار الصائم كل ده عايزين نخلي ايه نخلي النية لله سبحانه وتعالى علشان ناخد السواب الاجر كبير طبعا اي حسن في رمضان ربنا ايه بيضاعفها ماشي الى عشرة ايه امثال يعني بتبقى الحسنات بزيادة كمان عن الشهور الايه التانية اه او الشهور الاخرى اه طب ازاي استغل رمضان استغلال ايه صحيح وان انا ايه يعني استغل كل دي فيه عشان ناخد الايه الاجر والسواب اه اول حاجة قبل ما يبدأ رمضان عايزين كده ايه نعود نفسنا حتى لو ايام قليلة كده قبل ما يبدأ رمضان ان احنا ايه نصوم فيهم ماشي اش ان اول يوم دايما في رمضان بيبقى صعب وتقيل جدا ايه علينا ماشي ربنا كده يا ربي يجعله ايه سهل ويسير كده علينا كلنا ايه صيام هذا الشهر الكريم اه لما احنا نصوم اه لو حتى اسبوع كده قبلي كده او يوم بعد يوم يعني قبل شهر رمضان يعني الاسبوع اللي قبل رمضان اه نصوم حتى ايه لو يومين كده ليش ان نعتاد على الايه الصيام تاني حاجة يا جماعة علينا بالصدقة ماشي ونبتعد شوية عن الايه البخل مش عايزين نبخل في هذا الشهر الكريم ماشي نتصدق على قد ما نقدر ماشي تالت حاجة القرآن طبعا مش عايزين وعايزين يبقى رفيق كده لينا ماشي على طول نقرأ القرآن الليل مع نهار في اي وقت فاضيين نقرأ ايه قرآن كتير طب انا دلوقتي هكلمكم في اهم حاجة ايه لصوص شهر رمضان يعني ايه لصوص شهر رمضان يعني في حاجات احنا بنعملها بتسرق مننا الشهر الكريم دوت من غير ما ايه نستغلوا الاستغلال الامسل يعني ايه الكلام ده يعني اول حاجة جماعة عايزكم تبتعدوا يعني كلها توقعي والتلفزيون الاكل اللي مش عال اه الحاجات دي هكلمكم فيها لكن اهم حاجة والحاجة الاساسية جدا اللي بقيت شغلة بالكل الناس ومسكينها ليل ونهار هي وسائل التواصل الاجتماعي ليل ونهار مسكين الفيسبوك اليوتيوب المسينجر كل ده الحاجات دي احنا ايه كل الحاجات دي احنا ايه عارفينها اه يعني هو شهر شهر بيجي كده من السنة للسنة اه نحاول ايه على قد ما نقدر ايه نبتعد عن وسائل ايه التواصل الاجتماعي يعني وسائل التواصل الاجتماعي من الاخر كده في شهر رمضان ده اكبر لس اكبر لس بيسرق منينا ايه الشهر الكريم دوت وحرام حرام ان احنا نضيع الشهر كله واحنا مسكيني التليفون كده ايه 24 ساعة اه كمان يا جماعة اللس التاني اللي بيسرق منينا شهر رمضان هو تلفزيون مشي ليه لان احنا طول النهار بنبقى صايمين بنجي بقى بعد الفطار بنقضيها بقى مسلسلات فكل الاجر والسواب اللي احنا اخدناه بسبب الصيام طول النهار بيضيع مع المسلسلات اللس التالت يا جماعة اللي بيسرق منينا الشهر الكريم دوت هو السهر بالليل وكتر النوم بالنهار ليه لانه بيحرمك من التهجد والاستغفار اللس الرابع بقى هو الذهاب الى السوق مشي بكسرة كغير المعتاد والذهاب للمتنزهات والمطاعم خصته ان ايه زي ما قلت الاسواق اللص الخامس بقى بيخص الايه السيدات ماشيين اللي هو المطبخ من اول ما السبح بيسبح واحنا وقفين في المطبخ ماشيين نعمل في الاكل ومعاك بقى لغاية بعد المغرب وياللي بيحصل بعد المغرب عا كلنا عارفين طبعا نعود نشطب في المطبخ لغاية قريب الصحور نعود لنا ساعتين ثلاثة واحنا نشطب في المطبخ ماشيين فكل ده والتضيع كل ده تضيع لشهر رمضان نقف يا حبابي ماشي بس مش بالدرجة دي يعني نستغل كده ايه كل وقت كده في شهر رمضان ويا حبازة بقى لو احنا ايه يعني الوقفة كده في المطبخ ماشي يعني خلينا ان هي كده والسواب والاجر ايه لله سبحانه وتعالى حتى كل واحد بيفطر احنا بناخد ايه السواب ليلة النص السادس بقى وهو المجالس مجالس الغيبة والنميمة ولكن ليس بغرض اللقاءة الذكر وقراءة القرآن ولكن عشان نجيب سيرة فلان وسيرة فلانة وفلان عمل وفلانة وفلانة سوت وده طبعا كله ايه مضيعة لشهر ايه لشهر ايه لشهر رمضان الكريم وما ترتب على ذلك طبعا من ايه من زنوب ومعاصي وماشي وبدكون ايه حصرة طبعا على ايه صحابها ايه يوم الايامة ربنا يعافينا ويعافيكم وفي الختام بقى يا حبيبي كأختي لكم ماشي بتذكركم وتذكر نفسها طبعا اولا علينا ان احنا نبتعد عن ايه ست حاجات ماشي الوسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون ماشي واننا نقلل السهر شوية وما نقضيش النهر كله نوم وبلاشي حبيبي على قد ما نقدر النزول يوميا الى الايه الى السوق وكمان عايزين نقلل شوية من الوقفة في المطبخ ماشي ما نقضيش الشهر كله عزومات وصهر وفوسح واخيرا حبيبي نبتعد عن مجالس الغربة والنميمة اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم من النيران اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا رحيم ويا رحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته